السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد ووصفة اليوم ان شاء الله عبارة عن كيش ناجح بالطونة باش تعرفوا معي طريقة تحضيره وايضا مكوناته معليكم غير تبقوا معي خطوات الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله بالنسبة للعجين فعندي لها جبانية مملوئة من دقيق الابيض مخصص لحلويات مايو عاديل 300 جرام اي دقيق الفورس فارينا كنضيف عليها قبصة صغيرة من الملح يعني الملح بالقياس عينكم ميزانكم لاننا عدنا الحوش وما زال وايضا الطون مالحين والجبن عندي 300 جرام من الزبدة اللي كتكون باردة انا استعنت بزبدة حيوانية الا كنتمطوفر عندكم زبدة نباتية فكتخدمو بها حتى يكتجي مزيانة كنحاول ندخلك الزبدة باطراف الاصابع في الدقيق على هاتي الشكل وايضا كنضيف بيضة كاملة وكنحاول نجمع الكل جيدا دائما باطراف الاصابع من بعد كرمضاء نضيف الماء اللي تيكون جد بارد فهنا يا انا غادي نخدم تقريبا ب3 ملاعق كبار مملوءة من الماء البارد فعندنا نصف كأس من من الماء بقياس كأس العنباء ماديش نخدم بيكله غادي نخدم غيب القياس كيف ما قلت لكم قرابة 3 ملاعق كبيرة من الماء البارد اللي كتكون 3 ملاعق مملوءة ما كتضيفوش الماء بكترة كتضيفو غير بالقليل وانتو ما كتجمعو العجين ديركم حتى كتحصلو على هاتي الشكل ما كتدلكوه ما تشي حاجة غي كتجمعوها وصافي هنا كتصبح عندي جاهزة كيف ما كتلاحظو فاشطلية القليل من الماء من هذاك النصف كأس يعني كتتحاولو تجمعو بالقياس ديال الماء شوية فقط باش ما تجيكمش لعجينة مرخوفة كتلصق مليا دين خصتكم متماسيكا هنا كنجمعها في بابي أليمونتغ او لا بلاستيك غدائي ومباشرة كانو ضعها في تلاجة ترتاح 21 دقيقة وتمسكنينا اكتر من بعد مرور 20 دقيقة او لا 20 دقيقة فكننزول هذك البلاستيك غدائي ومباشرة كانحاول نسرح على سطح العمل دائما بالاستعانة بالقليل من الدقيقة وايضا بالمدلك فكتحاولوا تسرحوها حتى كتحصلوا على السمك اللي بغيتوا انتما بالنسبة لي انا فكنفضلها ما تكونش غليطة بزاف يعني العجين ما يكونش السمك ديالها غليط بزاف ما تكون سميكة وايضا ما تكون شرقيقة بزاف يعني تكون موين في حدود المعقول هنا يا بالاستعانة بهذا بهذا القطع الدائرية كنحاول نقطع العجين ديالي الى دوائر على هذي الشكل او لا يمكنكم تخدموه بجبانية المهم القطر ديالها يكون كبرا من القطر ديال المولات باش كنسكلها كده دوائر وكي ما كتلاحظوا معاي فالسمك ديال العجين كي يجي على هذي الشكل ما هو غليط ما هو أرقيقة يعني كي يكون موينة كنحاول نتبت هذيك العجين في القالب ديال الكيش يعني كتبتوها من الجوانب وايضا من الوسط كتضغطو عليها بسباعكم صافي كان مقاغة ديالي منويل حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة كنحاول نتبتها في القالب ديال الكيش ملاحظة ما الدهنوم لا بزيت لا بزبدة لا بتاشي حاجة لان العجين ديال نخدمناها بزبدة حيوانية يعني كتكون هي ديجامي الدماء يعني جودة ديالها كتكون عليها فما كتحتاج الدهنوم القالب سواء خدمتو بزبدة حيوانية عفوا او لا زبدة نباتية باش ما خدمتو فما كتدهنوا لا قالب لا تاشي حاجة ما كيتلسقو موالو كنحاول نزول ديال الفائد او لزوائد ديال العجين وكنجمعهم غير كنجمعهم ماشي كنعجنهم ومن البعد كنغطيهم بفيلم أليمونطيغ ومباشرة كنوضعوها ديال العجين ديال نفت اللاجة باش كتبرد وكتماسكينة الوقت اللي حنايا كننشكلوها ديال كنشكلو ليفوند كيس ديالنو ليفوند كيش ليفوند كيش صافي من بعد ما كنكون تاهيت من تتبيتي ديالنو كنحاول بلاستعانة بالمدلكة يعني نرولي على الفوق ديال ديال القالب صافي باش كده كنحاول نزول ديال الجوانب او لالفائد بكل سهولة كيف يمكن لكم ايضا تضغطو غير بصبعكم الكبير مزيان من الجنة بصافي كتزولو هذاك الزائد ويمكن لواحد كيخدم بالطريقة اللي كتريحو صافي كرم قمسة مرحتة كنكمل الكل وهذاك الفائد تاني اللي شات كنجمعو كنضيفو لالعجينة الاخرى باش كنعود نخدم مرة اخرى العجين ديالي كنسرحا وكنعود يعني نفس العملية اللي عملت في الاول كنعودها تاني مرة اخرى هنا بالاستعانة بواحد الشوكة كنحاول نتقب هادو كل هادو كل كيش القواني بديال كيش جيدا على هادشكل كتطقبون باش كده ما كينتفخوش هنا اثناء الطاو فهذا الاثناء اراني سخط على الفورن يعني شعلتو وضعتو كيس خن من الفوق او من التحت باش انفراني كنكمل من هاد العملية كندخل القوالب ديال الكيش الى الفورن كنخليهم حتى كيتماسكو يعني كيتابون سطيب بعد باش كنخرجهم فادل اثناء غادي ندوز باش نحضر لابا غايا كيش او اللا الكريمة فانحتاج لها ملعقة عفوا بيضتان كاملتان ورأس ملعقة من الفلفل اسود اي الابزار والقليل من الملحة غير القياس ما تكتروش وايضا نحكم من ياغور طبيعي او لا زبادي طبيعي الى كانت متوفرة عندكم ملاك كريمة دو كويسة فكتخدمو بكاس حتى هي المهم اللي موجود كتقضيو به فذي كانت تطرب الكل جيدا وهكذا كتصبح لابا غايا كيش جاهزة كنحطفض بها جانبا بالنسبة للحشو فكيبقى اختياري المهم انا استعنت غير بالبصل يعني مشلط البصل وصوطته فلقليل من الزيت ونستمتو مشوية من الملحة وانايا عندي الفلفل الفلفل يعني الفلفل اللي حلو الوان كيكون لو ديالو اورنج وحمر توا كان صوطي فلقليل من الزيت وكان نسمو بالقليل من بالقليل من الملح صافيو كتصبح عنديني الحشوة جاهزة كنضيف عليها علبة من طون من بعد ما كان كنصفتها من الزيت وكان حرك لكل جيدا وهاي الحشوة صبحات جاهزة إلا كان عندكم الفلفل أخضر فضيفو حتك وكي اعطى واحد اللون زبين أنا ما كاش ما توفر عندي فاستغنيت عليه وعندي أيضا حبت من الزيت والأسود اللي كان كون زولت لهم العدم وقسمت كل أحبة من الزيتون على الزوج هنا الفوند كيشا وما صبح وعندنا جاهزين من بعد ما طابونس طيبة فإنفوك يبالي لكم يعني نشفو وكتقدروا زولوا من المول فكتخرجوهم من الفرن وكتخدمو بهم فهنا نجيب واحد اللاطة وكنحاول نرتب فيها تقريبا دوك القواليب ديال كيش كنرتبهم كاملهم في اللاطة واحد الملاحظة بالنسبة الكمية اللي خرجت لي يعني هذه العجين فكمية كبيرة من الفوند كيش أنا فقط هنا خدمت بهذه الكمية وما زال شط عندي كمية أخرى فانتو ما كتتحكمو في الكمية حسب السوم اللي وضعتو اللي فوند كيش ديالكم فيمكن تخرج لكم حتى العشرين حبا صاف هنا من بعد ما رتبتهم في اللاطة كنحاول نوضع القليل من الحشو في الوسط فالحوش ما كتوضع غير ملعقة صغيرة القياس ملعقة كبيرة عفوا صاف ونوزعوها بشكل متساوي ومن بعد كنزين بيوم الوجه واخيرا كنضيف لباغايا كيش في الوسط على الفوق كيفما تلاحظو على هاد الشكل فبالنسبة لها الكونتي تلعت تكون مضبوطة تقريبا كتخرجنا 12 حبا من الكيش كيكونوا يعني عامرين على هاد الشكل وايضا كيتبقى عدنا القليل خوي فيمكن لكم تحتفظو بطل مرة أخرى ثاني وكتخدمو بي صافي دبا من البيض ما عبقتون بالكريمة كنحاول ندخلهم من العفو للفرن ماشي كل لاجة كنخلي يوم حتى كيطيب وكياخدو معنا ربع ساعات قريبا 15 دقيقة كيصبحو عدنا جاهزين يعني انفو كتبال لكم هاد يكون حوشو من الواسط تطابط وايضا اللابات بدأت تتحمر شوية فصافي كتخرجو من الفرن وكنزينو اليوم الوجه ديالهم بالقليل من الجب الموزاري اللي الجب الأحمر وكنعودو كنرجعو من الفرن اللي كان كن طفيت عليه يعني ماشي كيكون مشعول كان كن طفيت عليه وكررجع لي اللطة باشا كده كيدو بنا ذا كالفرن صافي كيتصبح لعدنا الحشو وعلى هاد الشكل وعلى هاد العجين ديال كيش صراحة ناجحة مية بالمية وكيجي ولداد اقتصادي بمكونات بسيطة ونتيجة كتجي رائعة انتمنى ان شاء الله وصفة اليوم لإعجابكم تجربوها وتردتو يا الخبار باللي كان كنقول لكم السلام عليكم وفي أمان الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة